اشتركوا في القناة عليها السلام على سائر النساء يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إخبارا عن الملائكة أنهم قالوا لمريم عليها السلام إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فمريم بنت عمران عليها السلام وهي أم المسيح عيسى عليه السلام هي أفضل النساء يأتي بعدها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي أم الحسنين الزهراء البتول فاطمة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وهي سيدة نساء أهل الجنة ثم يأتي بعدها أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وهي أفضل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أي أعلاهن مرتبة ولم يتزوج الرسول بغيرها حتى توفيت رضي الله عنها ثم بعد خديجة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وكان زوجها رأس من رؤوس الكفر كان يدعي الألوهية كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى وكان يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري وهو الوليد بن مصعب ثم غرق في البحر وسيكون في قعر جهنم ويكون أتباعه في أشد العذاب قال عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأما امرأته آسية بنت مزاحم فكانت ولية صالحة وهي في المرتبة الرابعة بين النساء وقد يسأل سائل أليس فرعون كان كافرا بلى كان رأس من رؤوس الكفر فكيف كانت زوجته مسلمة وهل كان في ذلك الوقت يجوز زواج المسلمة من الكافر فالجواب نعم كان جائزا زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك قبل السنة السادسة أي ستة للهجرة كان جائزا زواج المسلمة من غير المسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أي لا تحل نساء المؤمنين للكافرين لما نزلت هذه الآية فرق النبي بين ابنته زينب وبين زوجها أبو العاص ابن الربيع أبو العاص ابن الربيع لم يكن مسلما وكانت زوجته زينب بنت رسول الله كانت مسلمة فلما نزلت هذه الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فرق النبي بين ابنته زينب وبين زوجها أبو العاص ابن الربيع ثم بعد ذلك أسلم أبو العاص فردها رسول الله إليه في قول بعقد جديد وعلى قول آخر ردها بالعقد الأول أما بالنسبة لآسية بنت مزاحم رضي الله عنها وكانت زوجة فرعون كان في ذلك الوقت يجوز زواج المسلمة من غير المسلم فتعتبر آسية بنت مزاحم رضي الله عنها رابع النساء من حيث الفضل عند الله تعالى فإذا أفضل النساء مريم بنت عمران عليها السلام وهي أم المسيح عيسى عليه السلام والثانية في الفضل عند الله تعالى بعد مريم عليها السلام هي فاطمة هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمها خديجة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ثم آسية بنت مزاحم رضي الله عنها ثم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكانت عائشة أفقها النساء لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرها ثمانية عشر سنة وكانت بلغت درجة الاجتهاد المطلق وهذه درجة عالية جدا في العلم تعتبر في البشر بعد مرتبة الأنبياء من حيث العلم لأن أعلى درجة في العلم بين البشر هي في أنبياء الله تعالى بعدهم مرتبة الإمام المجتهد كانت عائشة مجتهدة شأنها كشأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن عباس وكذلك من سواهم من فضلاء الصحابة كان عدد المجتهدين في الصحابة نحو مئتين كانت عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها بلغت درجة الاجتهاد المطلق وكان كبار الصحابة يستشيرونها في الأمور وهي لما بنى بها رسول الله يعني لما زفت إليه كان عمرها تسع سنوات فعاش رسول الله بعد أن تزوجها تسع سنوات توفي بعدها ودفن في حجرتها رضي الله عنها فالرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها ثم دفن خلف منكب رسول الله صاحبه أبو بكر الصديق وهو عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك دفن الفاروق عمر بعد أن قتل في المسجد بخنجر مسموم ضربه به أحد الذين يعبدون النار وهو من المجوس وهو أبو لؤلؤ الفارسي طعنه بخنجر مسموم وضرب بهذا الخنجر عددا من الصحابة ثم لف نفسه بالعباءة وانتحر فدفن الفاروق بعد أن استأذن من السيدة عائشة قبل أن يفارق الحياة بأن يدفن قرب رسول الله وقرب أبي بكر رضي الله عنه فدفن عمر خلف منكب أبي بكر رضي الله عنه ثم لم يدفن أحد بعدهما بعد أبي بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنها فهما أي أبو بكر وعمر ضجعا رسول الله في مدفنه في المدينة المنورة ولم ينل أحد من أصحاب رسول الله ما ناله أبو بكر وعمر من الفضل فالذي يزور الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على رسول الله ثم يخطو خطوة ويسلم على أبي بكر ثم يخطو خطوة ويسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أنشروا هذه المعلومات عن السيرة بين أصحابكم وأحبابكم وأهاليكم أنشروا الخير لله تعالى بارق الله فيكم وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين